السلام عليكم معاكم بدر من GameTech وكشفت شركة أبل قبل شوي رسميا عن نظام الآيفون الجديد iOS 16 أول شيء الأيقونات والواجهة بنفس التصميم السابق وما صار عليها أي تغيير وأكبر تغيير صار على شاشة القفل للآيفون وصار يقدر المستخدم يسوي لها تخصيص كبير ويقدر يغير خط الساعة واللون والخلفيات وإمكانية وضع تطبيقات مصغرة اللي تعطيك معلومات مباشرة على شاشة القفل مثل الطقس أو نشاطك بالنادي وتطبيقات مصغرة كثيرة وأخيرا صارت شاشة القفل أكثر فايدة من قبل الإشعارات صارت بالأسفل لسهولة التحكم وتقدر تخفيها بطريقة سهلة ورح يكون فيه ميزة التنبيهات المباشرة للمباريات أو أشياء تصير بشكل مباشر وضافوا ميزة تخصيص شاشة القفل حسب وضع التركيز يعني لو كنت بالدوام بتكون عندك شاشة القفل غير لما تكون بالبيت وتقدر تخصص كل شاشة القفل منهم مع أشكال وأدوات مصغرة وتطبيق لأي ميسج صار فيه إمكانية تعديل ومسح الرسائل بسهولة والرسائل صار فيها زر Share Play واللي تسمح للمستخدم رؤية جميع التطبيقات اللي يقدر يشاركها وميزة الإملاء الصوتي صار في الجهاز نفسه وما يحتاج إنترنت وهذا شيء يخليه أسرع والكيبورد بيكون موجود أثناء استخدام الميزة عشان تقدر تكتب وتتكلم بنفس الوقت وميزة التعرف عن النصوص صار لها فايدة أكبر بحيث أنك تقدر تترجم النص بشكل مباشر وتقدر تسحب أي شيء يتعرف عليه الذكاء الاصطناعي وترسله بالأي ميسج وميزة التعرف عن النصوص حصلت على تحديث وصارت تشتغل مع الفيديوهات يعني تقدر توقف مقطع الفيديو وتنسخ منه النص أو تترجمه وحاليا تقدر تحط بطاقتك الشخصية في تطبيق المحفظة وتقدر تشارك البطاقة مع البرامج اللي تطلب بطاقة لهوية الشخصية وتقدر تشتري أي شيء وتقصطه على أربع شهور بدون فوائد ولا رسوم إضافية وأخيرا ورسميا خرائط قبل راح تكون متاحة في السعودية خلال هذه السنة وصارت تغييرات كبيرة بالتطبيق مثل الملاحة المتعددة وتقدر تحدد أكثر من مكان بنفس الوقت أو تضيف أماكن من خلال الصوت من سيري وفي ميزة جديدة أضافوها بالمشاركة العائلية ومن هذه المميزات إذا أضافت أحد من العائلة تقدر تحدد العمر والمحتوى وتقدر تحدد له الوقت والمكان حقه وأطلقت قبل ميزة جديدة لمشاركة الصور والفيديوهات في ملف مشترك لكل أفراد العائلة ويقدروا يوصلوا للملف بشكل سهل وسريع وأنا نتقبل عن قسم جديد في الإعدادات اسمه Safety Check وفكرته أنك تقدر تراجع الأشخاص اللي اعطيتهم مشاركة لمكانك وتشيل الأشخاص اللي ما تبغاهم وتطبيق هوم صار بتصميم جديد وأسهل في الاستخدام وصار فيه معيار جديد لإضافة الأجهزة ثكية اللي راح تتوفر بالسوق من عدد شركات ويصير تتحكم فيهم من تطبيق هوم بشكل مباشر وهذا تقريبا أغلب الشغلات اللي ذكروا بالمؤتمر وإن شاء الله بجرب التحديث وبنزلكم تجربتي الكاملة للنظام